الحقيقة التحديد ساعة بيد رئيس الوزراء وبيد القوات الأمنية المتواجدة على الأرض أما ساعة سين والاستعدادات كلها جاهزة انتظار الأوامر للتقدم نحو الشرقات نعم طيب هل لك أن تضعنا في صورة كاملة حول آخر الأوضاع هناك أوضاع المواطنين المحاصرين المنتظرين لهذه العملية؟ الحقيقة كلنا ننتظر تحرير قضاء الشرقات بدأت القوات العسكرية بالاتجاه القيارة ولكن اتخذت الطريق الصحراوي طريقا لها توقفت العمليات لأنه على أساس يعبرون قضاء الشرقات إلى القيارة سوف تبقى ظهورهم مكشوفة للعدو ولكن تغيرت الخطة وعادت من جديد إلى الأسمدة لاقتحام قرى المسحق والزوية ذهابا إلى الشرقات ثم الاحتلال القيارة قاعدة القيارة لتكون مثابة وكان تحشد لتحرير ما تبقى من جنوب القيارة ومن نينوة إن شاء الله نعم طيب سيد علي في ضوء هذه التحضيرات الممتدة الجوانب يعني تحضيرات نشهدها من جميع الجوانب لو نظرنا إلى استعدادات لاستقبال النازحين المتوقعين أثناء المعركة الشرقات هل هناك استعدادات محددة لهذا الموضوع؟ الحقيقة هناك استعدادات من قبلنا من قبل وزارة الهجرة التحضير الخيم اللازمة تحضير مساعدات غذائية وسلات غذائية من وزارة الهجرة والمهجرين الوضع الإنساني مأساوي جدا في قضاء الشرقات خمسين بالمئة من أهالي الشرقات أكثر من خمسين ألف متواجدين في القضاء وازداد سوءا بالتحاق أهالي المسحق والزوية وقسن من أهالي بيجي الذين لم ينزحوا في حينها ومن تكريت فكلهم متواجدين الآن في الشرقات الوضع المحساوي المعيشي المواد الغذائية كلها سيئة جدا وبانتظار ساعة ياء لدخول المحرغين إلى قضاء الشرقات نأمل أن تسير العمليات العسكرية بسرعة لتحرير أهالي الشرقات من هذه المأساة والكارثة ولا تكون منطقة منكوبة إن شاء الله